نرجع يا دكتور لموضوع النساء والأبراج أنا حسب الدراسات أنه تعلق النساء بالأبراج أكثر هل لأنهن قليلات حظ أو قليلات علم؟ ما السبب؟ أحسنت يعني أنت سألت وعجبت ما شاء الله الجواب هو الشيء الأول لا قيلات حظ ما معنى قيلات حظ يعني مهضومات مهضومات يعني أنا أعتقد أيضا لو عملنا دراسات السجناء سيكونون متعلقين جدا جدا بالأبراج السجناء معروف عنهم تاريخيا يعاولون كثيرا عن منامات والأحلام طمعا هو يريد أي معروف هذه ذكرتها في خطبة من خطبة كذلك نعم معروفة السجناء دائما ولذلك بنفس المنطقة والمنطق نفسه سيعاولون كثيرا عن التنبؤات وأيضا على أهامه التنجيم والأبراج والطوالع أي إنسان يكون غير راضا عن مصيره وعن وضعه يشعر بالمهضومية بالمظلومية بالتعاسة سيلجأ إلى هذه الأهام ما لم يحجزه دين أو عقل علمي حقيقي ولذلك ليس النساء فقط ليس النساء فقط فإن أثبت الدراسات أن النساء أكثر تعلقا فهذا يعزى إلى أنه يشعرنا بالمهضومية أكثر بالمظلومية أكثر هو هذا طيب إذا قالوا نعتبر هذه بشائر خير تفاؤل إنه من باب التفاؤل يا دكتور لا من ناحية شهرية ممنوع هذه شعبة من شوحة بالسحر وكما قلت يا دكتور لا يمكن أن نتخطى هذا المحظور وهو أن الذي يؤمن بالأبراج والطوالع بطريقة أو بأخرى سيؤثر إيمانه هذا على قراراته التي يشترعها في أفعاله في علاقاته في عمله في أشياء كثيرة وهذا ثابت ثابت علميا يؤثر عليهم لذلك النبي عليه السلام اعتبر الطير من الشرك حتى التطير أن هناك رجل منحوس رجل مشؤوم في القرية أو في الحارة فأخرج العمل فأرىها فأعودها لأن أذهب للعمل المشؤوم رأيته تصبحت به غير صحيح أنه يبقى هذا من الشرك وإن كان لا يسلم معظم النساء من هذه الأشياء لغلبة الأوهام عليهم يعني الآن خطر لي مثلا إذا ثابت بالدراسة أن النساء أكثر تعلقا مثلا بالأبراج والطوالع وبالأشياء هذه النساء دكتور عموما يشتغل النصف الأيمان بالدماغ يشتغل النصف الأيسر بمعنى أنهن أنهن يعني مفاعل فيهن الخيال الروح المورئيات أكثر من الرجل العاطفة الوجدان الرجل لا الحساب الرياضيات الهندسة أكثر النصف الشمالي فهذه هي تؤثير برضو طبيعة تكونية للمرأة البعض يعني يقول أنه أحيانا يتنبأ بأشياء أو يتوقع أشياء وتحدث هل هذا من باب كذب المنجمون ولا صدق على كل حال هذا ليس حديثا هذا ليس حديثا ولا خبرا وليس له خطام ولا زمان لا يعرف من أينه كلام شائع الكل يردده بطريقة طبعا أي معروفة يقول كذب المنجمون ولو صدقوا وفي رواية أي رواية ولو صدفوا لا لا في رواية وهذا ليس حديثا ولكن المعنى صحيح المعنى صحيح مئة في المئة سلبا وإيجابا بمعنى إيه أنهم كذبون وأنهم قد يصدقون أحيانا لكن إيه يصدقون لا عن علم ولا عن إصابة حق إنما عن ماذا عن نمط يا دكتور هذا طبعا مبحث لأن صدقنا أنا نخوض فيه يمكن في يوم الأيام بتحدث عنه فهناك يا دكتور يعني درسات رياضية وتنميطية لمثل هذه الأشياء تثبت لك أن مثل هذه التنبؤات تصدق من نسبة محددة في زمان محدد كل شهر مثلا محروفة بقانون رياضي تخيل فأي إنسان متنبئ أي إن كان لو يطلق تنبؤات من بين مئة نبوءة مثلا تصدق نبوءة هذا يحدث ولو لم يكن منجما لو كان إنسان عاديا جلس فيك ويطلق تنبؤات مئة تنبوءة تصدق مثلا أي واحد أي من مئة واحد من ألف هذا هو طيب يجاوز بشكل ملحوظ